نقرأ من خمسة إلى عشرة الشهر سنقرأ للبرج صاحب الشخصية القوي جداً القادر من خلالها تجاوز كل الصعبات والعراقيل التي تواجهه هو شخص دائماً مصر أنه يحقق أهدافه وطمحاته التي يسبو إليها فأكيد سيكون النجاح حليفه أكيد أنا بحكي عن البرج المائي برج العقرب الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجوز على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعاً للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحتسبه للفيديو وفي صندوق الوصف مراتاً بكتبه في التعليقات نرى يا أصدقائي كيف الأحداث ستكون مع مولود برج العقرب بإذن الله تعالى بتمنى أكل حظ السعيد من كل قلبي احذر من أحد الأشخاص المقربين من حولك سيحاول استغلالك ونصب عليك بمبلغ مادي هذا الشخص أنت تعرفه جيداً ولكن هو كالثعبان بحياتك يناس كثير بتحكي عن مصطلح الثعبان بس ما حدا فاهمه يا أصدقائي الشخص كالثعبان اللي هو أمامك بتحسه كالملاك وممكن أحسن الأشخاص إلك بس بستنى تلف وجهك ما رح تتردد بغدرك وخيانتك ويستخدم أسرارك كأسهم ويرمي بها وهو الأغلب من الأبراج الترابية تستأتيك رؤية فيه ولا بتحدد الآن لا تتردد لمواجهته علشان توقفه عند حده أما الأشخاص اللي عندهم مشترك حياة مستقبلي كيف يعني يشترك حياة مستقبلي يعني بكون فيه شخص متفق انتويا على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل قد تشتد الخلافات بأول شهر خمسة مايو أيار عام الفين أربعة وعشرين بينك وبين الحبيب وخصوصا بسبب أحد الأشخاص الذي سيزرع الفتنة بيناتك وهدفه يصير تفرقة وهذا الشخص سيء جدا لدرجة أنه ما رح يتوانى أن يقوم بأعمال ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية والأعمال السفلية الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه هناك لقاء بينك وبينه في الأسبوع الثاني من شهر خمسة وشتلقى هدية رائعة جدا من الحبيب تعزز رابطة الحب بيناتك وإن شاء الله يكون نهاية هذه العلاقة الزواج الصالح رغم الحاقدين والحاسدين ستنجح بإثبات جدارتك وتحقيق أحد الأهداف التي تسبو إليها تطلقى اتصالات رائعة جدا كتهنئة من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين وتزداد نشاطاتكم الاجتماعية لن تكون وحيدا بالفترات القادمة بل سيلتفوا الكثيرين حولك طالبين دعمك لهم أو منحهم الطاقة الإيجابية وأيضا تكون نشيط على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب أشياء من هذا القبيل تتلقى منشوراتك العديد من الإعجابات لأصدقائك الجدد وإذن أصدقائك القدامى هناك شخص ستتعرف عليه المواقع التواصل تتحدث معه بأمور رائعة جدا تتبادلوا الآراء مع بعض فتشعر أنه فيه إشي مشترك بيناتك وأنها شرارة الحب بينك وبين هذا الشخص قد يكون نصفك الثاني أو توأمك الشعلي فهو أيضا يبادل نفس الشعور في الأمور الصحية قد تتعرض لبعض الأعراض الغير اعتيادية مثل آلام في الحلق وآلام أيضا في الخاسرة لا تتردد أنك تذهب للطبيب وتعمل فحوصات اللازمة لكي تتطمن على نفسك اعلم يا مولود بورج العقرب كل شي بتعالج بخلصه بروح والما بتعالج الثاقم وبزيد فخلي أمورك الصحية هي أهم أولوياتك استقم بأعمالك بطريقة رائعة جدا وخصوصا في العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه ورح تلفت انتباه رؤسائك في العمل إليك بهدف دعم مركزك فالفرصة متاحة لولود بورج العقرب لا ترقية أو منصب جديد بس من ناحية أخرى هناك بعض الزملاء اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد وسيحاولوا إعاقة تقدمك نصب المكائد والحيل لك ويشوفوا سمعتك أمام رؤسائك في العمل ولكن صفحتك ناصعة البياض أمام رؤسائك في العمل أقوى من مخططاتهم الفاشلة أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة تتاح لهم بعض الفرص الاستثنائية وخصوصا في الأعمال المشتركة لا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك للأشخاص اللي من حولك لنسينعجبوا بهذه الأفكار وهذه المشاريع سيحاولوا أن يتقربوا منك بهدف أن يكونوا معك شركات تعود إلك وإلهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد تتمتع برؤية واضحة للأمور المستقبلية قد تغير بعض الأهداف التي تسبو إليها وخصوصا الأهداف اللي كنت مخطط لها البعيدة المنال حاول أنك تخلي أهدافك قريبة المنال يا مولود برج العقرب لأن الهدف قريب المنال تحصل عليه بشكل سريع وأيضا بمدك بطاقة إيجابية وبعزز ثقة النفس عندك أما هدف بعيد المنال قد منتصف الطريق أنك تزهج أو ما تكمله وما بعود لك بالنفع وبروح وقتك على الفاضي وهبا منثور فحاول أنك تركز على الأهداف قريبة المنال فهي كثيرة أمامك وخصوصا هناك العديد من الأشخاص اللي ما رح يبخلوا عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام أما المتزوجون ستكون علاقتك مع الشريك رائعة جدا وخصوصا قد جاوزت فترة كانت مش سهلة عليك وملئة في العقبات والعراقيل وكان في بعض الأشخاص اللي بحاولوا يزرع الفتنة بيناتك ولكن إخلاصك للحبيب وهو إخلاص الحبيب إلك أقوى المخططات هذول الأشخاص السيئين جدا لهدفهم يزرع الفتنة بيناتك ويصير انفصال تطلق العديد من الدعوات للمناسبات سعيدة مثل أزومات الغداء وحفلات الزفاف واستكونوا بهذه المناسبات بقمة الجمال والأناقة والفترة مناسبة جدا لمولود جديد وألف المبروك للمحالة في الحظ من موليد برج العقرب ستحصل على مبلغ مادي على طريقة الحظ والصدفة يعني رزق من رب العالمين الله يرزقك كمان وكمان تستحق مولود برج العقرب بس من ناحية أخرى تزداد عليكم أعباء الحياة من النفقات والمصاريف اليومية والشهرية حاول ضبط ميزانيته بس تلاحظ هناك العديد نفقات المصاريف لكالماء الهداعي من الأساس وأنت من الأشخاص الإداريين من الدرجة الأولى وقيادة بالفترة وقادر أنك تقود الأمور بنجاح أما المنفصلون الحبيب السابق اشتاقلك كثيرا وسيحاول التواصل معك لكي يعيد الأمور إلى مجريها مثل ما كانت في الصابق قد يرين عليك تلفون من رقم غريب أو يبعث لك رسالة بهدف أنه يعز نبضك لا تتردد أنك تأخذ القرار الصحيح الذي يدفع مصلحتك إلى الأمام وخصوصا أن هذه العلاقة قد تدمر مستقبلك لأنه اعلم مولود ورج العقرب لما تكونوا بعلاقة في خيبة آمال أنك تضيع أهم أيام حياتك من ناحية ومن ناحية أخرى بتضيع فرصة عاطفية كنت ستحصل عليها بإذن الله تعالى فلا تتردد أنك تأخذ القرار الصحيح ستحظى ببعض اللحظات الرائعة جدا والمميزة وخصوصا سيقترح عليك أحد الأصدقاء الذهاب إلى رحلة ترفيهية في المناظر الطبيعية الطبيعية وأنت بحاجة ماس لهذه الرحلة لأنه بالفترة الماضية كنت تعيد جدا عن الأمور الترفيهية كنت مليئة بالمشاغل والتزامات الحياة وبتقدر تستعين بالأشخاص يذهبوا معك بهذه الرحلة الترفيهية وتطلب منهم النصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام ما رح يبخلوا عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام ما شاء الله عليكم يا أصدقائي هناك العديد من الأشخاص بحبوكم بمعنى الكلمة وفي أشخاص حاسدين حتى لو ضويتلهم إيديك العشرة نكمل يا صديقي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر لما بيحالفوا الحظ هذه المرة وما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ تكون أحد الرابحين معي في هذه القراءة أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف مراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي تربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى ومليئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام إذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء إشتافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل